لتوحيد الجهود ووضع رؤية واضحة للعمل السياحي أقامت الجمعية الكويتية للمهرجنات الاجتماع التنسيقي الثاني للجهات الحكومية المشاركة بإدارة المشهد السياحي والترفيه في البلاد وتقديم رؤية جديدة من خلال التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية بهدف توحيد الجهود لرفع مستوى العمل السياحي في البلاد وعلى هذا السياق أقامت الجمعية الكويتية للمهرجنات الاجتماع التنسيقي الثاني لضباط الاتصال في الجهات الحكومية المشاركة لإدارة المشهد السياحي والترفيهي في دولة الكويت مع الجهود الموجودة من الجهات المعنية أنا على كلامهم أن هناك أكثر من جهة لتذليل العقبات كلها الخطوط الجوي الكويتية والداخلية والدوان الأميري والصندوق هذه نحن محتاجينها من زمان لما تكون كل الجهات هذه المعنية تحت مضالة واحدة وتدير في إدارة واحدة نحن أعتقد أن ننجح ونوصل لنبيه اللي كنا نتقنع بالسابق لذلك إن شاء الله بإذن الله الكويت القاعدمة إن شاء الله تكون أفضل بالسياحة الفترة الحالية في جهود منذولة بخصوص الطرح السياحة في الكويت على شكل كبير ونطاقة وواسع ونحن كشريك مع الجمعية كإدارة عن مضار المدني نحن نعتبر واجهة الكويت الأولى في السياحة بالنسبة للمطار الكويت الدولي في وصول القادمين سواء من السياحة أو الجمعة اللي يوصلون منطرة الكويت نحن ندعم الجمعية وراح نكون شريك أساسي بالجمعية إن شاء الله بجهود الجمعية وجهود المطار المدني وجميع الجهات الحكومية العاملة بخصوص عمل السياح في دولة الكويت ونحن نعمل على نطاقة وانسع لدولة الكويت إنها تكون في مصاف الدول بالنسبة للسياحة هذا التصور والذي يقدم رؤية جديدة لإدارة المشهد السياحي والترفيهية في دولة الكويت وذلك من خلال التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية اجتماع التنسيقي الثاني لضباط الاتصال في الجهات الحكومية المشاركة في إدارة المشهد السياحي في دولة الكويت ونحن نشكر جميع الجهات المشاركة معانا اليوم في تقديم رؤيتها في إدارة المشهد السياحي اليوم رح نقدم رؤيتنا في عرض الفعاليات المقترحة اللي رح نطلقها إن شاء الله في بدنة العام القادم بإذن الله عندنا الحملة الوطنية لتنشيط السياحة الداخلية وأيضا عندنا مقترح إطلاق الكويت أمية ليلة وليلة فيها عديد من الفعاليات الثقافية ورياضية وأيضا التسويقية وبالتالي نستعرض اليوم نستعرض المشهد السياحي والترفيه في دولة الكويت هذه الخطوة العملية في اتجاه وضع أسس القطاع السياحي والترفيهي والتي ترسم ملامح الهوية السياحية للدولة بحيث يسهل تخطيط وتصميم الفعاليات والمبادرات الملائمة يوسف صفر تلفزيون دولة الكويت